التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز جديد لأهم وآخر الأنباء يأتيكم عبر شاشة التلفزيون المصري فأهلا بكم أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي تصالا هاتفيا بالرئيس الجيبوتي اسماعيل عمر جيل أكد خلاله الرئيسان اعتزازهم بالعلاقات ما بين البلدين مشددين على التزاهمهمها بدعفع التعاون المشترك في مختلف الملفات وبخصوص قضايا القارة الأفريقية أكد الرئيسان مواصلة العمل المشترك لتعزيز التعاون بين دول الإقليم وترسيخ الاستقرار واحترام سيادة الدول كما تم تطرق إلى الأوضاع بمنطقة البحر الأحمر وسبلي ضمان استقرار وسلامة الملاحة البحرية ناقش الرئيسان كذلك تطوير التعاون ما بين دول القارة وفي إطار الاتحاد الإفريقية تنطلق اليوم فعاليات احتفالية يوم المدن العالمي بمدينة الأسكندرية بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تشهد الفعاليات جلسات نقاشية موسعة تشارك بها وفود دولية ومحلية والعديد من فئات المجتمع لدفع مشاركة الشباب في تشكيل المدن والمجتمعات المستدامة تأتي إقامة وفعاليات يوم المدن العالمي ضمن استعدادات الدولة لاستضافة المنتدى الحضرية العالمية ثاني أكبر حدث على أجندة الأمم المتحدة في دورته الثانية عشر بمدينة القاهرة في الرابع من نوفمبر المقبل أدانت مصر وبأشد العبارات اعتذاءات ميليشيا الدعم السريع على المدنين في شرق ولاية الجزيرة بالسودان وأكدت الخارجية مجددا ضرورة الحفاظ على المؤسسات الوطنية السودانية باعتبارها عماد الدولة والطريق الوحيد للحفاظ على وحدة وسلامة السودان كما دعت الخارجية إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وتنفيذ مبادئ إعلان جدة حفاظا على مقدرات الشعب السوداني كما أكدت الخارجية أن مصر لا تداخل جهدا بالتعاون مع الشركاء لحقن دماء الشعب السوداني الشقيق ومساعداته على الخروج من محنته أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أنه أبلغ المبعوثة الأمريكية خاصة إلى لبنان أمص هاكستاين بأن الجيش اللبناني مستعد لنشر قواته بالجنوب وأضاف ميقاتي أن المطلوب وقف إطلاق النار مع ضمانة أمريكية مشيرا إلى أنه لا خيار سوى تطبيق قرار الأمم المتحدة 1701 كاملا واستعادة الاستقرار في جنوب لبنان تبادل حزب الله اللبناني وإسرائيل القصف العنيف خاصة على طول الحدود وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف مراكز قيادة ومنشآت لحزب الله على مدينة يبعلبك في الشرق لبنان والنبطية في الجنوب من جانبه أعلن حزب الله استهداف تجمعين لجنود الاحتلال في مستوطنتي جشر أزيف وكريات شمونة من جانبها أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 2882 لبنانيا وإصابة 12937 منذ بدء العدوان الإسرائيلية اغتالت وحدات خاصة إسرائيلية أحد عناصر الفصائل الفلسطينية في مخيم طول كرم بالضفة الغربية المحتلة عقب تسللها لأطراف المخيم بمركبات تحمل لوحات تسجيل فلسطينية قبل أن تفتح وابلا كثيفا من الرصاص وتنسحب من المنطقة وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها أن مستشفى الكرم الحكومي استقبل شهيدا عقب الهجوم في مدينة قلقيلية أصيب شاب فلسطيني برصاص الاحتلال خلال اقتحام مدينة قلقيلية وصندلاع مواجهة تخلى لها إطلاق للرصاص نفى سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا صحة تقارير تفيد بتواجد قوات كوريا الشمالية عند الخطوط الأمامية في المواجهة مع أوكرانيا واتهم سفير روسي خلال جلسة لمجلس الأمن حول الأزمة الأوكرانية اتهم واشنطن ولندن بممارسة التضليل واصفا التقارير عن تواجد قوات كوريا الشمالية في روسيا بأنها أكاذيب مكشوفة أعلنت كوريا الشمالية الزعيم كيم جونغ أون حضر اختبارا لإطلاق صاروخ فاليستي عابر للقارات وحسب وكارة لنباء الرسمية قال كيم خلال الإطلاق أن هذا الاختبار هو عمل عسكري مناسب يلبي تماما هدف إبلاغ من وصفهم بالخصوم بعزمنا على الرد المضاد وأفادت سول أن كوريا الشمالية أطلقت أحد أقوى صواريخها الفاليستية في أول اختبار أسلحة لكينج يونغ أون منذ تهمه بإرسال جنود إلى روسيا موسيقى